بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم وعزائي الطالب في درس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفدي واليوم رح نتحدث عن يونة الرابع من كتاب النحو لطبعة الجديدة اليوم عندنا present continuous and present simple أيضا رح نتحدث عن مقارنة نشوف الفرق ما بين زمن المضارع البسيط وزمن المضارع المستمر وهذا اليونة ان شاء الله بسيط وسهل كل صعوبة ما بي يقول هنا نستخدم المضارع المستمر عن أحداث هازنات فنشت لم تنتهي events that have started but not finished بدت وبس ما انتهت هذا الحشي ما يفيدكم اخذوها من عندي تعالوا يا على الملزمة شوفوا له هاي الأفعال هذول الأفعال كلهم like, want, need, prefer, no هذول الأفعال ما يأخذون حالة المستمر هس احنا تعادلنا واحد كل goal للمضارع المستمر و goal للمضارع البسيط راح تقللي شلون شو ادى انا على كرة القدم هس انا اقول له تتذكر لما ان اخذنا الأفعال اللي يقلنا ذلنا يجون ويا المضارع المستمر تتذكر له لا اللي هما أفعال تشينج حلو هسا ذني أفعال الشعور ما يجوني ويا المضارع المستمر راح سواحد كل goal of goal المضارع البسيط عنده أفعاله اللي هما ذوله like و المضارع المستمر عنده أفعاله اللي هما ذوله هذوله أيضا من ضمن الأدلة اللي من خلالها راح نعرف أن الجملة هل هي مضارع بسيط أم هي مضارع مستمر راح يجيك جملة على سبيل المثال I am hungry I want I want something to eat راح يقل لك I am wanting something to eat قال لك صحيح للخطأ أنت تشيل I am وتشيل I ing وتحطها في مضارع بسيط يابا ليش لأن الجملة be ha want وال want متأخذ لفعل أفعال التي تدل على الشعور وهم ذوله اللي يشوفون هنقدونكم خلصنا القاعدة الأولى أيضا الملاحظة الثانية كلش مهمة اللي هما think I think إذا كان معناها believe يعني يعتقد فهنا متأخذ I ing يعني I think ماري أعتقد ماري كنديا أنا أعتقد إذا كان معناها يعتقد فتاخذ مضارع بسيط أما إذا كانت معناها يفكر فمعناها استمرارية فراح تصير مضارع مستمر شوف من يقول I think ماري كنديا أعتقد ماري كنديا اعتقاد هذا مضارع بسيط أما إذا كانت بمعنى يفكر we think think means consider يعني أعتقد أفكر I am thinking أنا أفكر about what happened أنا دا أفكر بشي اللي صار مضارع مستمر ليش لأن بي استمرارية نيكي is thinking of giving up her job نيكي تفكر أن تترك الوظيفة مالتها فد حدث استمراري خلص هذا الموضوع نجي للنقطة C نسبة للنقطة C عندنا هاي الأفعال وهذا الأفعال ما دل ليش حاطن هنا مرة أخرى وأنا ذكرت أن كلهم جمعت الكوميان كلهم جمعة وحدة فد فد نوب يعني جمعة تلكيهم جمعة وحدة مرة وحدة يعني هذا هو هذا اليونت غير هذا بعد لا تقرول أي شي غير هذا لا تقرول بعد أي شي بقتلنا بس ملاحظة صغيرة يقول من أقول he is being من أستخدم بالجملة he is being هذا فالتركيب جديد يعني هم جديدة عليكم ماما الرينالي يقول من أستخدم تركيب جديد I can't understand why he is being selfish كتبوها ملاحظة نستخدم ال is وال r وال am زائدا being نستخدم ال is وال r وال am زائدا being عندما يتصرف شخصا ما بشكل غريب من نشوف واحد يتصرف بشكل غريب تمام الشي ما متعودين عليه غريب بشكل عام بشكل عام ال is بشكل عام فتستخدم للحقيقة يعني أو شي يعني مو غريب شي متعودين عليه يعني يقول sam is l sam is is as l يعني هو مريض يعني هذا شي واقعي يعني هذا مو شي خلي نقول مو شي احنا مستغربين به سام هو مريض يعني شي طبيعي are you tired هل انت متعب يعني خاف يجيب لك مقارن بين آتين انت تكتب لي بين الاقواس يعني somebody is behaving فانا من اقول being selfish behaving selfish now يعني على سبيل مثال بدال ما selfish جاب لي طبعا اغير بيها مثلا selfishly مثلا قال لي هو على سبيل مثلا غير selfish مثلا قال لي careful انا اقول behavior careful يعني بس الحذف selfish احط بدال اخرى خاف يجيب لك مقارنة يعني انت راح تكتب معنى جملة بطريقتك الخاصة شو ما تكتب تكتب المهم اللي من اقول being معناها الشخص ما متعود على القيام بهذا الشيء الشيء اللي قاعد يسوي غريب اما الام والاس والار فهي تستخدم دائما مع الشيء الطبيعي الاعتيادي هذا هو اليونت الرابع